كان فيه اتنين ستات بيتشكلوا على طفل رضيع صغير عمره كاميون كل واحدة فيهم بتقول ان هو ابنها وان التانية بتحاول تسرقوا منها فهيروحوا للقاضي علشان يحكم ما بينهم والمسؤول عن القضاء في وقتها في المكان اللي هم فيه كان سيدنا سليمان عليه السلام هيدخلوا عليه ويحكولوا الحكاية وبعد ما يسمع منهم هيبصلوا من الاتنين ويقول لهم بما انه كنتوا الاتنين عايزين الولد فاحنا هنقسموا اتنين وندل كل واحدة منكم نص ويطلب من الحاجب انه يجيب سيف وهنا هتصرق الام الحقيقية بسرعة وتقولوا لا لا خلاص مش عايزها هو ابن التانية في حين ان التانية هتسقط ومش هتعلق ما هتماشي قوي باللي ممكن يحصل للولد الصغير وهنا هو عارف مين الام الحقيقية ولما ضغط على التانية اعترفت انه هو مش ابنها هي خطفته مكان ابنها اللي مات وبدلته مكانه الحكاية اللي كلنا عارفينها دي تعتبر مثال مناسب لموضوع كتاب النهاردة التفكير الجانبي بس قبل ما اتكلم عنه خلينا نتكلم عن التفكير العادي بتاعنا اللي بيسموه التفكير العمودي في الطبيعي القاضي بيعمل ايه لما تجيله قضية عشان يحلها بيمشي كده بيجمع المعلومات بيسمع الشهود بيقارن الأدلة ويوازن بين اللي مع كل طرف من دول واللي كافيته الطب هو اللي معه الحق كلام جميل بسفرة بقى مفيش معلومات كافية مفيش قدلة مفيش شهود هل معنى كده ان مستحيل الوصول لحل او حتى افرض ان عملية المخرنة مكلفة جدا لوقت او مجهود واحنا محتاجين نقيم الموضوع بسرعة كده نعمل ايه مفيش قدامنا غير التفكير الجانبي وبدل منهاجم المشكلة بصورة مباشرة ونمشي لحلها بالطريقة العادية لا هنلف حواليها من الجنب بطريقة غير مباشرة وابداعية وطبعا انا بتكلم عن الاضايا ومثال المحكمة ده كمجرد مثال كناية عن اي معضلة او مسألة محتاجة حل لكن هو كتفكير ممكن استخدامه عادي مع المشاكل اللي بتواجهنا في حياتنا بصورة عامة التفكير الجانبي او لو تحب تسميه التفكير الابداعي او التفكير برا الصندوق مش بيتم كده بصورة عطباطية ولا هو الهام بينزل على الناس فجأة هو ليه قواعد ومبادئ ومنطق بيتماشى عليهم اول مبدأ هو عدم التسليم بنقطة الدخول المتعارف عليها السيدة وكأنها هي الحل الوحيد ايه هي نقطة الدخول دي؟ هي بداية طريق او نمط الحل لو انت بتواجه مشكلة هتلاقي عندك مصار طريقة للحل سيدة ومتعارف عليها الناس كلها بتستخدمها انت بقى المفروض ما تسلمش بيها على انها الحل الوحيد في مثال المحكمة بتاعنا مثلا الاتجاه المنطقي المتعارف عليه للحل هو صحة وقوة الادعاء ونقطة الدخول ايمة على سماع الشهود وموازنة الادلة وكده بس لو ما افلناش دماغنا وسلمنا ان الطريقة دي هي الحل الوحيد هنلاقي ان في نقطة دخول تانية موجودة احنا مش واغدين بلنا منها زي مثلا عطفة الامومة اللي تم استخدمها كنقطة دخول لحل القضية ووصلتنا النفس النتيجة في الاخر ده اساس التفكير الجانيب كله عدم التسليم بالمتعارف عليه وكسر الانماط السابقة اللي يعتبر اصلا ورا كل اكتشاف او اختراع في تاريخ البشرية اينشتاين مثلا ما كانش هيعمل حاجة لو كان فضل مسلم بتصورات نيوتن عن العالم عدم تسليمه بانها الطريقة الوحيدة هي اللي فتحت له المجال ان يخرج بفكرة جديدة وهكذا الصح انك تبدأ التعامل مع المشكلة او المسألة بدون تحيز بدون اي توجيه لتفكيرك او تركيزك في اتجاه محدد مهما كان واضح ان هو الحل ومهما كان متعارف عليه تاني نبدأ هو تشكك في معطياتك يعني ايه الكلام ده ساعات بيبقى عندنا معطيات احنا شايفينها انها واضحة جدا ومقتنعين بيها وبوضحها مع انها مش كده فعلا وبتكون سبب اننا ما نوصلش الحل للمشكلة في النهاية الرجل ده مثلا بيشتغل سواق عربية نص نقل ومعاد دلوقتي بصورة معاكسة من طريق اتجاه واحد وقابل لجنة مرور في وشه بس على الرغم من كده اللجنة ما وقفتوش ولا عملت له حاجة تفتكر ليه؟ لانه كان ماشي على رجله مش سايق لو انت معرفتش الاجابة قبل ما اقولها فالسبب من ورده انك كان عندك افتراض غلط بخصوص معطى معين افتراض انه هو كان سايق لمجرد اننا قلتلك شغلانته في الاول وانت سلمت بافتراضك ده على انه نهائي ومضمون وبالتالي كان برا طاقة فكيرك وانت بتدور على الحل طيب كمان الراجل ده مثلا بيشتغل منظف شبابيك في شركة مسئولة عن تنظيف الشبابيك في نطحات السحاب وانهاردة اتعرض لحادث هو نسى يستخدم احتياطات الامان بتاعت الشغل بتاعه هو بينظف الشباك اللي في الدور الخامسة وتلاتين اتزحل ووقع بس على رغم من كده ما حصلوش حاجة تفتكر ليه؟ لانه كان بينظف الشباك من الداخل نفس المثال اللي فات برضو المعضلة كلها كانت بسبب اننا كان معانا معطى شايفينه صح وهو مش صح ولا حاجة وده بيحصل كتير في مشاكل الحال يومية بنسلم بافتراضات على انها حقيق والافتراضات دي الوحيدها بتكون حاقت بيمنعنا اننا نوصل للحل عشان كده تعامل مع معطيات المشكلة على انها مش اكيدة مهما كنت شايف انها واضحة ومتأكد منها مليون في المية تشكك فيها انكرها ارفضها عادي انت بتفكر مش خسران حاجة تالت مبدأ هو التأسيم المشكلة نفسها بتبقى عبارة عن تساؤل كبير احنا بقى هنجيبه ونقسمه المجموعة من التساؤلات الصغيرة ونتساءل عن كل التفاصيل المتعلقة به او بطريقة الحل ونجوب عليها ونشوف هيطلع ايه معانا لو عملنا كده هنستفاد بحاجتين هنقدر اولا نكتشف هل عندنا معطيات غلط احنا كنا مفترضينها بطريقة معينة زي اللي حصل مع المبدأ اللي فات وكمان هيساعدنا نطلع بافكار جديدة لحل المشكلة خلونا نتخيل مشكلة انا مثلا محبوص في قوضة لها بابين وكل باب منهم بيوصل على قوضة تانية يعني علشان اخرج من اللي انا فيها لازم امر على واحدة من القوض دي قوضة فيهم فيها عدسة كبيرة جدا لو خرقت منها الشمس هتحرقني لحد الموت والتانية فيها تنين ضخمة بيبخ نار لو خرقت منها التنين هيحرقني لحد الموت برضو اعمل ايه؟ طبعا لو انت وانت صغير كنت غوي الغاز من النوع ده وكنت بتقعد انت واصحابك ايام المدرسة تتحدوا بعض بيها زي حالتي كده فانت اكيد عارف الحال اللي هو ان انا هستنى لحد بالليل وبعدين اخرج من القوضة بتاعت الشمس على فكرة اللوز ده كمثال انا مش بقوله ومش هحلله كمان شوية علشان يزود مهارتنا في حل اختبارات الزكاء مثلا لا هو شبيه من ناحية تكوينه باغلب المعضلات اللي ممكن تواجه الفرد في حياته العادية عندنا هو واحد بيواجه مشكلة وعشان يحلها قدامه اكتر من اختيار هو مضطر يختار اختيار منه وسواء اختار ده او ده ففيه تمن هيدفعه والتمن ده مكلف بالاضافة كمان ان هو محكم في بيئة محددة ووقت محدد المهم خليونا نطبق المبدأ اللي لسه يلينه ونشوف وصلنا للحال ازاي سؤال المعضل الاساسي ازاي نخرج مناش دعوه بالوقت عايزين نقسمه زي ما قلنا من شوية ونتساءل حول كل الاسئلة الممكنة اسئلة مثلا زي كده هل انا مضطر اخرج من القوضة هل انا مضطر اختار بين القطين دول بس وما فيش حل تاني هل انا مضطر اخرج الوقتي حالا هل القوضة الاولانية هتقتلني في كل الاحوال هل التانية هتقتلني في كل الاحوال ولا في احتمالات تانية وهكذا شوف لما بس حللنا المشكلة المجموعة من التساؤلات الصغيرة لقيت الاجابة بدأت توضح لوحدة بشوية تحليل البيانات بدون اي تفكير خارق ولا عبقرية ولا حاجة اخر مبدأ اعكس الترتيب عارف ساعات مثلا بيحصل بنبقى بنفكر بطريقة معينة ومهما بزننا من مجهود وحاولنا مش بنوصل لحل ايه رأيك مثلا هنا نغير الترتيب ترتيب الخطوات جرب كده اعكس المسألة بدل من انت عايز تخرج من القوضة مثلا تخيل انك برا وعايز تدخل هتدخل ازاي لغبة السيناريو في دماغك تساءل عن الموضوع بالعكس وبالطريقة دي لو فيه تفاصيل وقع منك هتاخد بالك منها وده هي ساعدك تطلع بافكار جديدة وبس كده سلام